طيب من اللعبة واللي انت بتتكلم على المواهب الصعدة اللي اثبتت وجودها محمد عبد منعم وعبد منعم الحيام رغم الصغر صنه الى انه لاعب بيقدي بثقة كبيرة وربما كانت هذه الثقة فأداء عبد منعم مثار انتقاد البعض الكابتن احمد شبير تحدث عن ليه في حملة كده محسوسة ضد عبد المنعم برغم انه هو ما شاء الله في صغر صنه السردباك الاساسي للمنتخب دلوقتي نشوف الكابتن شبير بدأت احس ان في حملة على محمد عبد المنعم وعبد المنعم والغرور انا الحياة يعني الارقام الاحصائيات ده الولد اخد كل الانتحامات يعني بالنسبة نجاح بتصل الى مية في المية يعني هو عمل ماتش كويس فمش عايزينها تبقى البانة بقى انه اصل احمد عبد المنعم وصله الغر وصله الثقة الزايدة لا النهاردة ما كانش عنده ثقة زايدة لكن الولد قده مباراة كويسة عشان نكون امنا يعني ما كانش وحش على الاطلاق لكن اقدر اقول انه نجم المباراة رغم انه لعب اقل من نص ساعة هو احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر مش بس اسجل غير شكل المباراة الجميع اللي صراح النادي الاهلي يعني رتم المباراة كان عمال زي البنجبونج تاك 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 كده كله من يعني اتجاه فقط احمد عبدالقادر محمد شريف ما تخرجوش في كل الاحوال ما تخرجوش الا بقى اذا كنت ضامن متأكد كسبان عايز تريحه ده ماشي مقبول لكن شريف حتى لو ملمسهاش هو بيلمس واحدة بيجيبها جون والجون اللي جابه النهاردة صعب جدا يعني الكرة اللي اتعاملت حلوة قوي من افشل علي معلول عملها احلى لشريف لفت وسط الولد لانه بيجيد اللعب بكلتا قدمي اليمين والشمال لف جسمه ولف وسطه قام منا بعدها عطول احمد عبدالقادر لانه جون في ديئة 72 جون في ديئة 73 طب انا هتحدث عن البداية اللي قالها الكابتن احمد عن يشعر ان هناك شيء ما فيه التحامل بالهجوم اللي مالوش مبرر على الكابتن محمد عمين وده اللي انا كنت فاكر لما قلت لك المرجيحة ايوه ان احنا بحجم التوقعات العالي بنشيد بالناس ونوصلها الى نهاية المشوار قمة القمم فيبتدي التوقعات تزيد وعايز الاداء يتحكم بهذا المنظور اللي احنا مارسناه وحطناه وتصورناه ومفيش حاجة كده في الدنيا مفيش لعيب مش حاجي له موقف يجي رأس تقطع منه هو هو قطعت منه كور ايوه فان احنا يتقاله ايه بقى مش تحامل عليه يتقاله خلي بالك فارق بين السقة الزائدة والمخاطرة ده كلام الحقيقة وعي جدا كان قريب منه كلام برضو فيه وعي وفيه مسئولية من الكابتن عادل مصطفى اللي انا بحييه على نطجه على وعيه الحقيقة الكابتن عادل مصطفى عن محمد عبد المنعم برضو نسمعه عبد المنعم لعيب خرج من الاهلي اعارة لعب ست ماتشاط في المنتخب اخمس ماتشاط على اعلى مستوى ودك صورة هتحدى ان اصلا حد كان متابع عبد المنعم في فيوتشر او متابعه في اسموح بس ادك احسن صورة وعبد المنعم ولكس في الجملة دي كويس اوي لما تلاقي مصر كلها لما تبقى انت لعيب صغير وتلاقي مصر كلها بتتكلم عنك لازم تبقى فاهم ان اللعيب ده مش مهيق نفسيا انه يستحمل كل الحاجات دي فطبيعي مستوى هينزل شوية مش هينزل هيقل لا هو غصب عنه هيبقى عنده اخطاء لازم تبقى فاهم ده كويس لعيب عنده عشرين سنة بيخرج اعارة فجأة بفنتخب مصر فجأة رجع النادي الاهلي بيلعب بطلات بيلعب كاس عالم اندية بيلعب نهاية افريقيا وفجأة مصر كلها بتتكلم عنه اللي قال عليه هاني رمزي واللي قال عليه عماد النحاس واللي قال عليه وقع الجمعة واللي قال واللي قال هل اللعيد ده مهيق نفسيا او قدراته تسمح له ان يستوعب كل ده انا بقولك لا لان هو لعيب لسه ما عندهش خبرات اداك الصورة دي وهو لسه ما عندهش الخبرات الكاملة ما بقى لك بقى بقى لسه بقى عنده خبرات بعد كده يروح رجع تاني لطبيعته يمشي في مرحلة بقى نجوميته ومرحلة انه هو يبقى لعيب كبير ناكد يكون في اتفاق مع وجهة النظر دي واحنا اشرنا اليه وفي اتفاق الاستاذ ابراهيم بقى اكتر من حلقة مركزين على المعد النفسي اللي بيهيقك لكل للمرجحة دي قيمة الاشادة وقصوة النقض والنجاح المفاجئ وتعمل ايه هنا وتعمل ايه هنا لانك احيانا لو تشكرت جامد قد وسدقت الخطورة انك لو سدقت تبتدي تتصرف على هذا الاساس فتعمل حاجات فيها بيسموها هاي ريسك يعني المخاطرة الكبرى ودي في نوع من الباصات وخصوصا في وص الملعب بيسموها الابتوميستيك باس الباصة المتفقلة الباصة المتفقلة دي فيها هاي ريسك او فيه مخاطرة عالية ليه لو عدت تبقى جميلة جدا لكن اللي معدتش بتبقى خطر جدا لانه بتحطك في الموقع الدفاع اللي انت مش مهيق له فجأة بتطع وتطع وتطعب عليك هجمة مرتدة وياما مواقف صعبة وخصوص النادي اللي تحط فيها بسبب بعض الكورات المثلة هذه مش معنى كده ان اللي تقطع منه ده لعيب رائع جدا احيانا بتحدث من ديانجة على فكرة تحديدا يعني لانه هو سقط في نفسه عالية لكن من سبع تمن كور لو واحدة او اتنين يتعاملوا كده بيشكلوا عليك خطورة تبتدي تدفع احيانا تمن فيها في الطيران يا أستاذ إبراهيم يعني ما بيعتبروش السواء او سائق الطائرة مش السواء كابتن الطائرة البارع هو اللي يعمل حاجات صعبة في الطيران ودي تعلمتها من الرحام والكابتن طارق سيلين بقول له فلان ده سمعته النواد متحكم وبتاعه صاحبنا يعني متحكم وبيعمل حاجات في الطيران قال لي مش ده الطير الكويس الطير الكويس اللي يعمل الصح باستمرار بدون مخاطرات مش اللي يعمل الصح بقدر عالي من المخاطرة ليه لان كنت هنا الالس بفورة وهي موجودة ان شاء الله بواحد في المية طبعا ربما لأسباب ليس لها علاقة بيك المكان ما أسعفت خنتك الأحوال الأحوال الجوية خنتك غلطت حدي جري فجأة طائر معدي يعمل معاك حاجة فانت مش شطارة انك تنزل وانت بتلمس ناعم زي الحرير كنت فاكر كده والناس سقف يقول لي لأ لازم الصدمة دي الناس نحس بيها لان ده الهبوط صدمة خفيفة كده مع الأرض فأحيانا بيعجبنا حاجات وإحنا مش مدركين إننا تنطوي على مخاطر نرجع لمحمد عبد المنعم عنده قدرات ده طلع فرسي من ثلاث سنين إذن كان الناس متوسمة فيه ولما عارضه عارضه للنضج ونضج ودخل المنتخب وأثبت وجوده لكن على محمد عبد المنعم على أحمد عبد القادر على كل لعيب صعيدة على مرموش كل اللعيبة الصعيدة اللي خدت فرص عليها أن تدرك أن هذه بدايات ليست نهايات وأن مطلوب منك التطور لك لحسن حيجي حد يتطور أكتر منك وما تليش نفسك وحتزعب فعلينا أنا أولا نترفق بالمتح ونترفق بالنقط خلينا وقعين ونتعامل مع بشر ولعبة كويسة جدا لكنها في بداية المشوار الحقيقة كمان اللي كان في بداية المشوار وكانت فرصة طيبة بالنسبة له أنه يختار للمنتخب الفترة اللي فاتت أحمد ياسين ولما استبعد الحقيقة تكلم كلام مهم جدا أيضا عن زميله محمد عبد المنعم نشوف ياسين بتتواصل مع حد من المنتخب أنا عن طول بأكلم كابتن أحمد حجازي على طول هو وعب منعم يكلموني أول ما بطولة أفريقيا وكده وإسم كانش موجوده هو عب منعم ما تزعلش وكده والكلام ده كله فعب منعم وكابتن حجازي يعني بتكلم معه مع طول وكابتن أفشا أولا رأيك في محمد عبد المنعم والبعض بدأ ينتخد شوية يقول إنه فيه ثقة زيادة في لعبه وطريقة تعامله معاك كمنافس بصة كابتن يعني احنا كنا مع بعض في كطر محترم جدا نعم ومشاء الله طول البطولة ماشي كويس جدا كويس جدا يعني عب منعم لعب كويس جدا وإن شاء الله بإذن الله يكسبنا المطشرة اللي جاء بإذن الله يعني أنت شايف إنه هل هو لعب ثقة زيادة هل هي طريقة لعب وكده بتدي أحاء للناس إنه عنده ثقة زيادة أو وصف عب منعم أجبت على طول هادي في الملعب يعني طبيعته إنه هادي بس يعني ماشاء الله في الملعب لعيب جامد لعيب جامد بيعجيبك آه طبعا نعم ماشاء الله تدخلاته كويس جدا بيبدأ كرة من تحت كويس جدا فماشاء الله يعني يعني أنا بشوف اللي يومين اللي فاتوا بنتجدوا بزيادة عن اللزوم يعني شايف إنه الحملة زيادة شوية علي أنت كمان يا كابتن أحمد لعيب جامد لعيب جامد ليه بشخصيتك بنفسيتك السليمة وهي دي العلاقات اللي بنتكلم عليها وهو ده اللي ربنا يكرم عشانه إنه إحنا نتمنى الخير لبعض حتى لو بنا وبنبعض التنافي الشريف هو ده تجسيد لمعنى المنافسة الشريفة فطبعا كلام مهم وأنا أرى إن محمد عبد المنعم مؤكد إنه لعيب عنده ممكنات وقدرات وكل حاجة باتس محمد وحدة وحدة